عزيزاتي الطالبات أسعد الله وأوقاتكم اليوم سوف نتابع دنات درسنا ونتحدث عن المياه في الأردن تعرفنا على مصادر المياه في الأردن اليوم لنتعرف على المياه في الأردن ومشاكلها وإحتياجاتنا منها المياه زي ما بنعرف أن الأردن بلد يعاني من مشكلات مائية عديدة لماذا؟ لأنه عنا بلد عنا إياها موارد محدودة في المياه عنا ما في أنهار ما في بحار حوالينا فبدأت تكون تعاني من المشكلات مائية عدة لهذا السبب نتعرف على واقع المياه في الأردن وأهم مشكلاته المائية تلاحظي كما تلاحظي عزيزة الطالبة أن القطاعات التي تستخدم المياه في الأردن عنا إياها قطاعات متعددة كما تلاحظين من الشكل قطاع الزراع قطاع الصناع قطاع المنازل والاستخدامات الأخرى بتلاحظي عزيزة الطالبة أن قطاع الزراع وقطاع المنازل هم القطاعات الذين يستهلكان أكبر نسبة من المياه في الأردن إذن تعتمد المياه لأنه عنا المياه في الأردن مياه مروية المنازل قطاع المنازل بيستخدم لعنا إياها الماء في مختلف مجالاتنا في الحياة أما بالصناعة أيضا تستخدم الماء لكن بكميات أقل وأخرى في عوامل أخرى كمان استخدامات أخرى الماء لنتعرف عليها تباعا عزيزتي كما تعلمنا سابقا أن مصادر المياه لدينا سطحية وجوفية لدينا هم معالجة حين نشوف نسبة مصادر المياه المتخدمة في الأردن إذا بتلاحظ عزيزتي الطالبة إحنا اعتمادنا في الأردن 53% تقريبا على المياه الجوفية إذن إحنا عنا بالأردن نستخدم المياه الجوفية عنا نياها اللي بنخرجها زي ما حكنا لكم من الآبار الجوفية أو عنا من الآبار الارتوازية مثل حوض الديسي كمان عنا 36% من المياه السطحية المياه السطحية اللي هي بتعتمد على مياه السدود عنا نياها ومياه النهر كلهو عنا نهر الأردن نهر اليارموك كمان على مياه الأمطار 11% على المياه المعالجة المياه المعالجة اللي أخذناها نوعين اللي هي المياه المعالجة العادمة اللي نستخدمها في ري المزروعات الغير مثمرة والمياه الرمادية اللتي نستخدمها عن نياها في ري المزروعات الآن نتعرف عن مصادر هاي المياه المستخدمة في الأردن عندنا زي عزيزة تيطالي ما بتعرف هي مصادر المياه السطحية اللي هي عندنا مياه نهر الأردن نهر اليارموك البحر الميت وخليج العقبة وأيضا السدود مصادر المياه الجوفية إنه بتنستخدم بنسبة كبيرة زي ما حكينا في الأردن تقريبا حكينا نسبة 53% اللي هي مياه الينابية والأبار الجوفية ومثال ما حكيت لك يا عزيزة الطالبة مثال مياه الديسي على مصدر على مياه الجوفية المياه المعالجة يعني زي ما حكينا المياه المعالجة هي مياه بنعالجها في محطات التنقية حتى بنعيد استخدامها في ري المزروعات مثل المياه المعالجة والمياه الرمادية وتحلية مياه البحر والآن بعد الاستماع على الدرس عزيزة الطالبة والتعرف على مصادر المياه وأيضا القطاعات اللي بتستخدمها المياه في الأردن عنا عليك بتدوين الملحظات الهامة على دفترك وحظا طيبا